أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار والزهارة منوها سموه بما وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية من تطور وتميز تجسد ذلك من خلال عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكتين الممتدة لأكثر من قرنين ما أسهم في تعزيز أطور التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة خاصة التعاون الدفاعي والأمني الذي أسهم في دعم والاستقرار المنطقة جاء ذلك لدى لقائه سموه حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين سعاد السيد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني بمناسبة مشاركة منتدى حوار المنابة حيث أكد سموهن العلاقات البحرينية البريطانية في تنام مستمر عكسته عمق تلك العلاقات التي أسهمت في بلورة الرؤى المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء بحث سموه مع السيد جونسون بحث مختلف القضايا على الساحتين الأقليمية والدولية والجهود المبدولة المستمرة في مواجهة التهديدات الأقليمية بما يحفظ أمن والسقرار دول المنطقة وحماية المصالح الأمنية المشتركة ووضع الحلول الناتجحات بل الحلول الناجحة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصورة كما تطرق إلى أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال حوار المنامة